إذا فتحت الفوتوشوب لأول مرة أكيد حسيت أنك ضايع بين كل هاي القوائم والأدوات بس لا تخاف بهذا الفيديو رح فهمك كل شي خطوة بخطوة وبعدها رح تصير تنتقل بالبرنامج بسهولة مثل المحترفين الدرس الثاني من كرسى احتراف الفوتوشوب للمبتدئين على قناة اليوتيوب واقل محمد بمجرد ما تفتح البرنامج أول شي رح يطلع عندك هو نافذة البداية يلي شرحناها بالفيديو السابق بعد ما تفتح ملف جديد أو صورة رح تظهر عندك واجهة الفوتوشوب الرئيسية يلي بتنقسم لعدد أقصام أول قسم عنا هو شريط القوائم اللي فوق بأعلى البرنامج هذا الشريط موجود بأعلى الفوتوشوب وهو فيه كل القوائم الأساسية مثل الفايل لفتح وحفظ وإدارة الملفات ومثل الإيدت فيها التراجع والأص واللصق وأوامر تعديل أساسية وفيه الإيميج لتعديل خصائص الصور مثل الحجم والألوان وعنا قائمة اللير للتحكم بالطبقات وهو جزء أساسي جدا بالفوتوشوب وعنا قائمة السليكت أدوات التحديد الاحترافية لتحديد أجزاء معينة من التصميم وعنا قائمة الفلتر فيها كل التأثيرات والفلاتر موجودة هون والفيو لتعديل طريقة عرض التصميم والتكبير والتصغير وعنا قائمة البندو هاي إذا اختفت أي لوحة من واجهة الفوتوشوب تقدر تجيبها من هون مثل هدول اللوحات أو هدول القوائم وعنا هون الهلب للمساعدة والتحديثات وطبعا مثل ما وعدكم رح يكون في فيديو مخصوص لكل أداة مهمة من هدول أدوات الموجودة بهدول القوائم رح نحكي عنها بشكل احترافي بمفصل أكتر بالدروس الجاية أنتوا هلأ بس امشوا معي خطوة بخطوة ولا تفوتوا ولا فيديو عليكم وهلأ رح ننتقل للشريط الثاني هو شريط الأدوات الموجودة على يسار البرنامج هذا هو أهم مجزء لأنه في كل الأدوات اللي بتستخدمها للتصميم يعني بشكل عامل عدة عدة التصميم ومن أهمها أداة التحريك وأدوات التحديد لتحديد أجزاء معينة من التصميم وأداة البنتول وأداة الفرشاية والمحاية والنص وأداة التدرج وأداة التكبير والتصغير هاي الأدوات كلها اللي هي بتساعدك إنك أنت تشتغل على التصميم وهلأ منتقل لقسم مساحة العمل المكان اللي منصمم فيه اللي هو بمنتصف الفوتوشوب وهو المربع الأبيض اللي رح تشتغل عليه وكل شي بتضيفه رح يكون ضمن هاي المساحة من صور ونصوص وأشكال ومنقدر نتحكم بهاي المساحة من خلاله بتكبيره والتظهير نضغط على زر الالت وبكرة الماوس منرجع ومنقرب وبإمكاننا نتحكم بهاي المساحة بالتحريك يمين ويسار عن طريق نضغط على كنترول ونحرك ببكرة الماوس لأدامه ورا ومشان تحريك مساحة العمل أو هذا المشروع نفسه كاملا نضغط على Space أو المسطرة من الكيبورد ونضغط على زر اليسار بالماوس ومنحركها وهلأ رح نتعرف على شريط الخصائص اللي تحت القوائم مباشرة هذا الشريط بتغير على حسب الأداية اللي اخترتها يعني أي أداة بتضغط عليها بتلاقي هذا الشريط عم يتغير مثلا لما تختار أداة الكتابة رح تلاقي بهذا الشريط خيارات الخط والحجم والألون ولما نختار مثلا أداة التحديد بيظهرنا شوية أعدادات مشان نععم الحواف أو نعدل عليها يعني دائما لازم ننتبه لهذا الشريط لأنه بيسهل عليك التحكم بالأدوات والقسم الأخير اللي معنا هو لوحات التحكم اللي على يمين البرنامج كل هاي اللوحات قابلة للتحريك فيك تغير مكانها أو تخفيها إذا ما كنت بحاجة لإله هاي اللوحات بتعطيك تحكم أوسع بكل عناصر التصميم وأهم هاي اللوحات هي طبقات التصميم أو اللير كل عنصر أو صورة أو نص بيكون بطبقة مستقلة والطبقات بيكونوا فوق بعض مثل الورق الشفاف يعني فيك تخفي وتعدل بكل طبقة لحالها طبعا الترتيب مهم يعني الطبقة اللي فوق بتغطي على الطبقة اللي تحت هر رح نشرح هذا الشي بشكل مفصل بالدروس الجاية وعندنا هون الألوان لنختار الألوان وتالدرجات اللونية وعندنا قائمة الادجاسمنت لإضافة التأثيرات اللونية مثل تعديل الإضاءة والتباين والألوان وإضافة لشوية لوحات تانية ممكن تكون مهمة لشغلك كمصمم الجرافيك أو ممكن تكون لحسب استخدامك للفاتوشوب ومثل ما حكينا أنه بإمكاننا نعدل على هاي اللوحات ونخفيها عن طريق قائمة ويندو نختار اللوحة أو الأدايا اللي حابين نظهرها أو إذا حبينا نخفي لوحة نضغط على الاسم تبعها clicky mean بالماوس ومنعملها أغلق طيب ولو نفطرت نحن خبصنا الدنيا بالواجهة والقوائم تخربطت وحابين نرجع الفاتوشوب لشكله الأساسي منروح على قائمة ويندو ومن بعدها منضغط على workspace ومنضغط بعدها على خيار receipt وبترجع واجهة الفاتوشوب لشكل الأساسي كأنه هلأ لسه فاتحينه وبهيك صار عندك فكرة واضحة عن واجهة الفاتوشوب وما عدت ضيع بين الأدوات والقوائم وتقريبا إلى حد ما مبدئيا صرنا نعرف أنه كل جزء من الفاتوشوب شو مهمته وشو وظيفته الفيديو خلص بس رحلتك بالفاتوشوب لسه بأولها تابعني واشترك بالقناة وخليك مستعد للجاي